ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله اصابة خمسة أشخاص من بينهم شخصين حالتهما خطيرة توفي أحدهما فور وصوله إلى المستشفى وفور إخبارهما بالواقع هرعت إلى عين المكان السلطات المحلية ورجال الوقاية المدنية التابعين لتكنت البحراوي الذين قاموا بنقل المصابين على متن سيارة الإسعاف إلى مستشفى القرب بتيفلت لتلقي العلاجات الضرورية فيما تم وضع جثة الضحية بمستودع الأموات في انتظار تعليمات النيابة العامة وبعين المكان تقوم عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الترابي البحراوي بتسهيل حركة المرور خصوصا أن الشاحنة انقلبت وسط الطريق ويتم تحول السير عبر الغابة في انتظار إزاحة الشاحنة والقد اتخذت دات العناصر الإجراءات اللازمة في مثل هذه الحالات مع فتح تحقيق لمعرفة أسباب هذا الحادث المميت وتحديد المسؤوليات